السلام عليكم ورحمة الله متابعي وصفات أسماء نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وصفة اليوم باقيت معمر بالمضاق ديالبيتزا كي يجي رائع في المضاق وكذلك كي يوجد في أسرع وقت نحتاجه في الأول العاجي اللي غنخليها تختامر نحتاج 500 جرام ديال الطقيق الأبيض ملحقة صغيرة ديال السكر ساندة ملح حسب الضوء خميرة فورية شوية ديال الزعتر من بعد ما سخنته ونحكو بهالطريقة ونحتاج كذلك 4 ديال المعالق كبارين ديال زيت الزيتون نعرفوا أن المعضاق ديال زيت الزيتون كيتواتم على المعضاق ديالبيتزا ونضيف كذلك الماء والحليب يكون دافئ بالنسبة للحليب نضيف هنا نصف كأس ديال الحليب إلى عندكم الحليب غبرة ممكن تعوضوا به الحليب السائل لما كانت متوفرة عندكم سنجمع المكونات أولا ونضيف الماء تدريجيا حتى نحصل على العجين اللي يكون الرطب بالنسبة للعجينة لا تكون شربنات خفيفة بزاف باش نقدروا نشكله إذا كانت كذلك العجينة قاصحة بزاف يعني كي يجينا الباقات تقيل ومالعجينة لا تجيناش مفشفشة من الداخل سنجمع العجين ونضيفها في سطح ديال العمل ونخدمها بسطح ديال العمل حتى نتحصل على العجين تكون رطبة ومن بعد نأخذ البول اللي عجينت فيه ونضيفه بالزيت ونضيفها في مكان دافئ حتى تختامر ويضاعف الحجم دياله في هاد الأثناء اللي هي كتختامر غنوجد الحشوة اللي غدي نعمر بها هاد اللي باقات بالنسبة للحشوة غدي نحتاج هنا مقلات غنوضع فيها شوية ديال السيت مع البصلة اللي قطعتها شرائح تقريباً هنا عندي جوج بصلات وملحة على حسب الضوق غدي نخلي هاد المكونات غير كيت بالو شوية وغنضيف الكفتة اللي ما بغاش يدي الكفتة ممكن أنه يضيف قيطع ديال الديكرومي أو الدجاج وإلا ما بغيتوش ديروا نهائي اللحوم ممكن تعاوضوه بالطون غير تشحروا البصلة بوحدها ومع التوابيل وتحطوها جانباً وديروا الطون بلا أنكم ما تطيبوا غدي نخلي هاد المكونات كيت تشحروا غدي نضيف هنا شوية ديال البزار شوية ديال كامون وشوية ديال تحميرا أو البابريكا هادو هما المكونات فقط اللي غنضيف في هاد الحشوة وفي هاد الأتناء حطيت الفلفلات كتشوية قدرت جوج فلفلات صغار خضرين وجوج حمرين فلفلات كبار ديروا غير وحدة وحدة قطعتهم من بعد ما نقيتهم هنا راني وجدت الحشوة اللي طيبت وجدت سوس طومات ووجدت هنا اللي فلفلاتة هي قطعتها شرائح زيتون أسود وأخضر وكذلك فروماج اللي محكوك ممكن تستعملوا الفروماج الأحمر أو الموزاريلا أو الفروماج للسوندويتش تصدفوا على شكل قيطة فوق الحشوة بالنسبة للعاجين من بعد ما اختار مرات غدي نقسمها على حسب اللي بغيت أنا مثلاً نبغي هنا أربعة دير الكورات باش يجيوني لباقيت كبار إلا بغيتوا انتوما تديروا باقيت صغير ممكن تصغروا الكورات كيبقى الحجم و العدد على حسابكم انتوما هنا ضروري كنستعن بشوية ديال دقيق الأبيض و نسرح العاجين أو للكورة الأولى ندهنها من الواسط بشوية ديال سوستومات و ندير لها الحشوة في الواسط و ندير شوية ديال الفلفلة لصفراء و خضراء بالنسبة للحشوة كتبقى على الحسب اللي متوفر عندكم ندير شوية ديال الزيتون يعني وحدة جوج ندير فيهم زيتون أخضر و جوج ندير فيهم زيتون الأسود ندير شوية ديال فروماج و نسدها مزيان من الفتحات و نسدها مزيان و كذلك و كذلك ندير في الصفحة الفرن من بعد ما شكلتها ندير لها خطوط كسزين من الفوق اما بالموس أو بغازواغ الخاصة بالمطبخ و نبدأ نكمل الكورة الثانية بنفس طريقة نحاول أنني مني نكون نسرح العجين نسرحها على شكل طولي هكا باش كتساعدني في الخدمة و من بعد غادي ندير سوس طومات أولاً و من بعد ندير الحشوة و ندير الفلافيل من الفوق و كذلك الزيتون و ندير الفروماج و هكا نقام نكمله بنفس طريقة حتى كنكمل هاد الباقيت كل و كنكمل الحشوة و نحاول أنه من الأول الحشوة نحاول أن ندير عيني ميزاني و نقسمها على العدد اللي عندي ديال الخبيزات نسدها مزيان من الجوانب و بالنسبة للبلاسة اللي سديت منها هي اللي نديرها في صفحة و ندير الفرن و نشرتها بهذه الطريقة و نحطها جانباً بالنسبة للعاجين نختمر في المرة الأولى و لا نجعله نهائياً يختمر المرة الثانية مباشرة من اللي نكمل كنكون هادك الساعة شعالت الفرن كيسخن غير كندهن هنايا بالزبدة يعني هلان ماشي الصفار ديال البيض هادا غير الزبدة مديبة مع شوية ديال الزيت كندهن بها هاد الباقيت و كندخلوا مباشرة الفرن بيدون أنه ما يختمر المرة الثانية كنرش عليه شوية ديال فروماج من الفوق و نزينه بقطع ديال الزيتون الأسود أو الأخضر أو لا تقدروا في بلاس الفروماج ترشوا عليه غير شوية دين زنجلين أو لا البافو أو لا يعني تخليوا غير بحل هاكك كيب قالت تزين لحسابكم نتوما و دخلتوا الفران بالنسبة للفران يكون سخون مزيان في الأول غير كتدخلوهم و كتنقصوا شوية الفران تخلوه على حرارة متوسطة أو على درجة متوسطة باش كيطيب مزيان و ضغياء كيوجد يا البناس بقى واحدة راه ضغياء كيطيب حينت العجينة كتشي خفيفة و ما كتحتاش مدة طويلة في الفرن ضغياء كيوجد 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 مرحبا و اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و اعجبوا زر للمزيد من الفيديوهات انا جاء لكم شكرا على المشاهدة و على الدعم المتواصل إلى فيديو قادم وإلى وصفة قادمة بإذن الله